اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نظر الهومبود نفس الحركة 40.5 في البيتا السابع فهذه الأشياء لو نشوف البلد نمبر الآن لو نروح العدادات نروح عام نحول نهاية البلد نمبر مثل ما نشوف A فثالث مرة أبل الجرس على الـ A 18-E-51-98-A البيتا السادس كان 18-E-51-94-A فهنا صار 98-94 في النهاية A باقي نفس الحركة في النهاية A فهي النسخة يعتبر شبه اللي جاهزة لو ننزل تحت لحق المودين فرموير ما تغير في الآيفون 12 وبرو ماكس هذا هو اللي عندي نفس المودين فرموير ما تغير من النسخة السادسة إلى هنا فإلا الشخص عنده مشاكل في الشبكة ما حلتها إذا كانت في البيتا السادس أنت عندك المشاكل وروحت البيتا السابع نفس الحركة ما هي مشاكل لكن إذا كنت نتعال iOS 14.4.2 ونقلت هنا مودين فرموير يتغير طيب شي الميزات أوكي هذا أهم شي ولازم نتكلم عنه أول حاجة أبل جالسة الدقيق على هذا السابع أنا أتوقع أنه وصلت لبيتا السابع هذه الحركة ما تسويها أبل إلا في البداية الإصدار يعني مثلا iOS 15 رح ينزل رح نأخذ معاكم من البيتا السادس يمكن السابع حينا أكثر الوقت يعني السادس وبعد نتنزل لحق الكل يعني مثلا نبدأ يعني من شهر ستة بيتا الأول بعد مؤتمر أبل بيتا الثاني ثالث الرابع سبتمبر رح ينزل حق الكل والخامس والسادس هنا ماذا الأحيانا يعني أكثر إن السوفتير جديد يعني iOS 15 تفيد تحريتات جديدة عادي أتخذ ست تحريتات لكن هنا أتوقع عنه وهذا التوقع الأقرب شيء بالنسبة لي أنا فكرت فيه أن أبل الجالسة الدقيق على iOS 14.5 كثيرة الآن والبيتات اللي طلعت كثيرة دي علشان يكون مضبوط مية في المية ليش لأنه في أجهزة رح تطلع من الحسبة iPhone 6S 6S Plus iPhone SE الجيل الأول مش الجيل الثاني هذا اللي أتوقع على الأخبار رح يموجود إنه ما رح يجي للأيو اس 15 فأبل خلاص أوكي ما رح يجي للأيو اس 15 فلازم نضبط لأيو اس 14.5 لأن هذا آخر سوفتير رح يكونون علي للجهزة ديك قبل ما نطلع منها ممكن ممكن لكن السل في ميزات البيتة السادس نزلت قبل حق الـ iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max تكلمت عن عن التباطة حق البطارية إذا كان عندك مشاكل البطارية أو شي وبرضو هنا شو اللي سوت أبل هنا هنا في Find My لو نكتب Find My ونفتح عليه نروح حق الـ Item تحت هنا هذا الخيار اللي خلاص شوي أبل قاعد تتقق عليه لو نضغط على More هنا رح نتكلم عن الشي جديدة لأن أبل هنا أعلنت عن شي جديد وهذه الحركة مش لازم على iOS 14.5 برضو فدليل ثاني برضو أن أبل رح تطلع أجهزة وجالسة تدقق على هذا الشي أن هذه الميزة تبدأ من iOS 14.3 همشين على iOS 14 لأن فيها أجهزة رح تطلع وتبتتنزل لهم دي الميزة لأن أبل رح تأخذ فأبل جالسة قد ما تقدر أن تدعم أجهزتها لموجودة قبل ما تطلع بالـ 6S والـ 6S والـ 6S والـ هذه الميزة الكل يعرف أن أي قطعة تشتريها أي شاحن تشتري من ثيرت بارتي ومش من أبل لازم تشوف عليه شيء اسمه MFI أو كلمة مكتوب عليه MFI هذا شيء سجل تجاري من أبل يعني مستحيل أي شركة تسترق هذا الشيء وتضعها على المنتج حقها وتقولك أن هذا دعم لحق الآيفون لا لازم تمر على أبل واختبارات وكل شيء وقبل آيفون في النهاية آيفون آيباد آيبود المهم أن معتمد من أبل الآن أبل ما تسوي بميزة Find My الآن القطع هنا أبل فتحت المجال حق المطورين أن يسوون قطع والتست على أبل وخلاص القطعة هذه تدعم Find My هنا فإذا كان عندك مثلا دراجة مثل ما نشوف حقيبة بعض الشركات تسوين مفتاح حق التراكينج ولا شيء الشركة هذه تسوي لك مثلا الدراجة فيها مثلا تراكينج تدعم هذا البرنامج فتقدر تفتح الدراجة حقتك وتنزل Application هنا وتدعم ذالشي أو إذا صرت مثل اللي تكلمنا عنه البداية أنه بتنزل أبل التايل ولا شيء العثور أو أي شيء ثاني فالشركات هذه راح تقدر تنزل المنتج حقها هنا لكن لازم تدعمها أبل وبرضه راح تدفع فلوس شيء طبيعي فهذا الميزة مش لازم على جوالك الـ iOS 14.5 الآن جوالك اللي عندك لو تفتح جوالك مثل ما يشوف هذا الجوال iPhone SE 2020 لو نشوف مثلا تحديد الموقع مثل ما نفتحها على طول راح نشوف هنا الأغراض المكتوب عليها هذه الخيار نزلت عندي هنا فمش تلازم جوالك الـ iOS 14.5 حتى السبتيرات الغديمة من الـ iOS 14.3 مثل ما قلت وكما مطالع لو تضغط عليه راح يفتح لك هنا مثل ما يشوف ونفصل الحركة هنا فنكمل معاكم الميزة هذه من هنا فالآن أي جهاز تشتري لازم تشوف عليه اللوغو هذا works with Apple Find My أنه يشتغل مع Apple Find My مع برنامج Find My هذا البرنامج فإذا كان ما احطوطه هذا الشعار على الشيء اللي راح تشتري عرف أنه راح يدعم هذه الميزة وهذا بعض الشركات هنا بدأت تشتريهم ويشتغلون في البرنامج هذا لو بنشوف مدلاً بالكن هنا لو نضغط عليها نشوف المنتج حقها هنا هذه الـ AirBots حقتها تدعم العثور على الجهاز في نفس برنامج Find My مع الأبل مثل ما نشوف فخلاص ما يحتاج بعض الشركات يعني تسوي لك المنتج وتروح تبرمج لك برنامج في أبل الصور وتحمل البرنامج حقها وبنشنه خلاص الشركة تدقق على المنتج حقها وتدعم لك Find My وأبل تتكفل بالشيء ثاني سوفتير ما سوفتير أبل تتكفل فيه فهذه حركة حلوة والشركة ستدفعها قبل أبل تقول لك تبين دعمينها تشيء بكيفك أنت بدعمينها أوكي لكن ستدفعين والشركة تقول لك ما بيخسر في السوفتير أعطي فلوس شركة ثانية تسوي لي حركة ثانية طيب هذه الشركة ولو نكمل معاكم ورح نشوف لازم لوجو إنه works with أبل فاين ما لو نشوف جاه ثاني ننزل تحت ننزل تحت نصعد فوق ما حصلناها فلازم نحصلها وين هي فيه أوكي هذه موجودة هنا مثل ما نشوف حطينها لك طيب هذا أول المنتج المنتج الثاني لو نشوف هنا بايك أوكي بايك فدراجة أكترونية أوكي هذه الدراجة رح تدعم البرنامج حق أبل نفسه فيها لمس هنا أوكي هذه محدودة هنا فتدعم أبل فايند ماي مثل ما نشوف طبعا البايك هذا يبدأ من الفين ويخلص لو بتحط لكسسوريز كلها يوصل إلى ثلاثة رب دولار يعني فوق عشر ألف وشوية اثنى عشر ألف ريال سعودي لو من أبل شوش قال الناس بس هم هذه شركة لو بنشوف هنا برضو هذه نفس التاغ اللي قلنا أبل رح تنزله لما نزلت أبل فتدعم هذه الشي برضو فالشركة هذه ما تعبت نفسها تسوي سوفتوير وكل شي على طول التاغ نفسها سوتها هي ودخلت بالدعم مع أبل فالحركة هذه حلوة ممتازة وما يحتاج برضو انترنت يعني أبل شمسوية أن القطعة هذه لو حطيت أنت مثلا في حقيبة ونسيت الحقيبة في مكان وما يحتاج بشكل الانترنت هذه القطعة إذا أي شخص مر يمها وعند آيفون ولا شي وشابه كل بلتوث هي رح تحدد الموقع بأي جهاز يمر عنها ببلتوث تحدد الموقع وتعطيك الرسال فهذه الحركة إنه ما يحتاج الانترنت فهذه كل الميزة في هذا البرنامج فايند ماي مش بس هذه الشركات الدعم هذه من البداية توهاب الله يعني مثلا أي شركة بتطلع لك مثلا نظارة بتطلع لك مثلا خاتم بتطلع لك أي شي بتقول لك أنا أتوقع 100% حتى نايكي رح تنزلها ليش ما دري بس أنك مثلا أكرمكم الله عندك جزم ولا شي بتحط لك إياها بتسوي لك إياها يعني 100% حتى لو منتج واحد واو اختراع يعني نايكي مساوي ما دليش بتعال نايكي بس مهم هذا الخيار بس هذي كل شي في السوفتير هذا الفايند ماي أتوقع بل مثل ما قلتكم نزلت الآن علشان يدعم لجهزة القديمة برضو 6S وال6S والSE القديم علشان قبل ما تحول الحق iOS 15 لأن بالنسبة لي iOS 14.5 هو آخر تحليط الحق iOS 14 متوقع راح تروح iOS 14.6 يعني مثلا صعبة فهذا النهاية وإن شاء الله نشوف شو بيسو ونقبل على iOS 15 وبرضو هذي الشي ما توقع أنه شي مهم لكن أبل برضو مع iOS 14.5 البيتا السابع حدثت تطبيق الأرتست مثل ما نشوف هذي الأشخاص أو الفنانين اللي نزلون أغانيهم في البرنامج Apple Music هذا برنامج لهم الفنان نفسه يفتح البرنامج هذا ويشوف التفاعل مع الأغاني وكل شي فأبل غيرت الثيم لحق البرنامج نفسه والخلفية لحق البرنامج الخارجية مثل ما نشوف والأيقونة نفسها بعض أشخاص يقول لك الأيقونة رح تكون لحق Apple Music نفسه في iOS 15 أنا يقول لك هذا دليل أو ساين أنه في iOS 15 رح تتغير شكل الأيقونات مثل ما نشوف هذا البرنامج طبعا لحق مثل ما قلتكم للفنانين مش لنا ما قدر أحطه بس هذا كل شي لو بنشوف لكم الأنتوتو هنا مثل ما نشوف هذا البيت الصادع البيت اللي قبل أعلى بشوي يعني البيت اللي قبل السادس كان 6-5-5-5-5-5-2 فكانوا مخمسة كلها في الوسط هنا 6 في البداية وفي النهاية 2 بس ما هي فرق لو أسوي مرة ثانية يمكن يوصل حق نفس البيت ذاك لو بنشوف ال Geekbench لو بنشوف حق السيبيو هذا April 7 هنا هذا هو اليوم هذا البيت السادس البيت الخامس ونتنازلين فبرضو ما هي فرق تقدر توقف الشاشة وتشوف التحديث ولا كانت تبدق أكثر عنك البيت بالنسبة لي ما في فرق الكمبيوت برضو برضو بالنسبة لي ما في فرق يعني 9294 كان قبل 9329 ما في فرق أرضو ولا قبل نفسها يعني 9200 وحين 9200 ما في فرق 9400 هنا أوكي لكن برضو السل الرقام القليل ما رح تفرق يعني ما ما دخلنا مثلا 11000 أو شي أرجى السلاف بس هذا كل حاجة ما في أي شي جديد يذكر غير الفايند ماي وشي تجاري لحق قبل وشي ميزة جديدة رح نشوفه بالمستقبل يعني أنا عنده أبل الـ MFI مثل ما قد تكون شي تجاري أنا لو تشتري كيبل أو أي شي شحن لحق قبل Lightning ولا شي يكون مكتب عليه MFI أو Made for iPhone فهذا الشي علامة تجارية لحق قبل تتخل من الفلوس والآن فايند ماي نتورك هذا الشي الجديد من أبل أتوقع أن MFI إذا كانت أبل رح تقوم تكنسل Lightning فالفلوس رح تقل عندها ما رح يصنعون Lightning بما أن أبل رح تتوجه الآن أو السنوات الغادمة لحق أن الـ Wireless بدون مدخل Lightning فأتبه فلوس من جهة ثانية فعندها Find my network بس فنشوف متى رح تنزل النسخة هذه طبعا أنا عارف أن أبل طولت كثير و لازم تنزل أبل ضروري ضروري هذا الوقت ما في أحد يعرف يعني لتوقع حتى Team Cook نفسه يعرف متى رح تنزل النسخة هذه يعني ما يقدر يقول لك Team Cook أنه خلاص بكرة رح تنزل النسخة لأنه تخيل أنه يقول لك بكرة رح تنزل النسخة و طلعت فيها مشاكل من أشخاص رسلوا حق قبل في البرنامج فيتباك طلعوا فيها مشاكل فأبل لازم تأخرها برضه شي طبيعي ما توقع أن أبل ماسك على العبث يعني يلا بنزلها طلعت مشاكل يلا ننزلها يلا بنزلها طلعت مشاكل يلا ننزلها هذا الشي يعني فلو نشوف Team Cook قبل وسبوعين تغريبا طلع في بودكاست صوتي وتكلم أن هذه النسخة رح تنزل في الكبل ويكس يعني أتوقع أن الكبل وفيكس اللي قال لها الآن خلاص كم سبوع شو باقي كبل وفيكس باقي أسبوع وسبوعين خلصنا شهر يعني ما دل الويكس حقه يمكن حتى السنة تقدر قسم هذا الويكس لكن أنا اللي أتوقع خلاص ماسكين على الأسبوع هذا هنا مش الأسبوع القادم إن شاء الله أسبوع القادم تكون النسخة النهائية نازلة على بداية رمضان والأسبوع اللي بعدها تنزل هذه النسخة للكل مع مؤتمر أبل إن شاء الله توقع أن أسبوع القادم على واحد رمضان ممكن إن شاء الله يتم العلان عن مؤتمر أبل إن شاء الله بس هذا كل حاجة ففي نهاية الفيديو تنسوا الاشتراك وغناء واشتراك بحساب بسناب شات يروضواتكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوا الموضوع دعاكم والسلام عليكم